أعاد الكثير من المواقف والفتاوى لابن تيمية وتم سجنه بناء على إحدى فتاويه وظل في السجن حتى وفاته وكانت هذه الفتوى تمنع السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأولياء وصدرت في سنة 726 هجرية وبقي في السجن لفترة طويلة وقبل حوالي عشرين يوما من وفاته أصيب بمرض وتوفي في عام 728 هجرية عند وفاته أعلن مؤذن القلعة التي كان فيها ابن تيمية مسجونا عن ذلك على منارة الجامع مما أثار حديث الحراس على الأبراج وانتشر الخبر فيما بعد بين الناس الذين تجمعوا حول القلعة استجاب الحراس للضغط وفتحوا أبواب القلعة لدخول الناس من الرجال والنساء وكانت جنازة ابن تيمية عظيمة وكبيرة حيث قيل إن عدد الحاضرين وصل إلى خمسون ألفا وقال البعض إن العدد وصل إلى خمسمائة ألف وتمت الصلاة عليه بعد صلاة الظهر ودفن في مقبرة الصوفية قبل العصر بقليل نسأل الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته وأن يجازيه عن خدمته للإسلام والمسلمين بأفضل الجزاء ترجمة نانسي قنقر